كشف محمود مراتخاي شقيق فريدة مراتخاي ابن الشقيقة المرشد علي خمنئي عن دخول شقيقته في إضراب عن الطعام شقيق فريدة التي اعتقلتها السلطات الإيرانية بعد تسجيلها مقطع فيديو تصف فيه السلطات التي يقودها خالها بالنظام المجرم وقاتل الأطفال قال في تغريدة على حسابه في تويتر إن أخته بدأت إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازها وعدم نقلها إلى سجن إيفين